في حاجة كنت انا عايز اتكلم فيها من فترة يعني. بقى لي ثلاثة ايام من ساعة ما عرفتها يعني. كابتان احمد شو بيرت طلع اتكلم مبارح بيقولك ان بعد الاشاعة مع اليو ديانج اتعرف ان هو عنده قطع في رباط الغضروف في الرجبة. تمام? وهو ده كان سبب تنازل مستوى اليو ديانج. تمام؟ واحنا بقلنا تقريبا سنة او اقل من سنة من ساعة ما بدأت تظهر في الموضوع ده واحنا كنا بنطلع العيف فيه هو ان هو ما بقاش في الليوك بتاعته. طبعا كلنا عارفين مستوى اليو ديانج اللي اول ما جاء ابهرنا ابهرنا كلنا كاهلوية بمستوى الفني ان انت مفيش مدير فني يجي مسك الاهلي اللي لما كان بيحط اليو ديانج رقم ستة او في خط النص عموما يعني. ففي اخر سنة مستوى نزل الجماهير طبعا تلعت قاعدة تنتقد في اليو ديانج وان هو ما نفعش يكمل في النادي وان هو وان هو واتضح في الاخر ان هو كان بيلعب وهو اصلا مصاب وعنده قطع في الغضروف والرقبة ومع ذلك كان بيقدي مع الاهلي كان بيلعب فأي يوماتش النادي الاهلي كان بيحتاجه وكان بيكون موجود. فدي حاجة انا واحد كمشجع اهلاوي زعلان جدا ان احنا بنتصرع في الحكم على اللاعب اللي مستواه بينزل شوية. ما بنفكرش ايه سبب نزول المستوى. فان شاء الله يفوق من الاصابة بتاعته وان شاء الله نشوف اليو ديانج مرة تانية في الملاعب وان شاء الله يبقى هو الدبابة اللي محطوطة في نص ملعب النادي الاهلي. لحد ما يعتزل لان هو اطلع في ساعة امم افريقيا اطلع قال انا نفسي ان انا اعتزل داخل جدران النادي الاهلي. وان هو جاء له عروض اوروبية وان هو ساب الموضوع مطروك للنادي الاهلي هو اللي يقول اطلع هو اللي يقول لا كمل. فانت بتتكلم فعالية اللاعب هو اصلا فرحان بوجوده جوه النادي الاهلي. فاحنا كجمهور النادي الاهلي نقفل الدنيا في وشه. الحاجة الوحيدة اللي انا كنت دايما مستغربها ان فعلا جمهور النادي الاهلي عايز اللاعب اللي هو شايفه. حاجة كبيرة عايزه يفضل على نفس الكيرفي بتاعه ما ينزلش عنه. ودي حاجة عمره ما بتحصل في كورة القدر. اعتل لعيبة في العالم كله مستوى بيرتفع مرة واحدة وبينزل تدريجية. بس بيرجع تاني بس بينزل برضو. وهو ده حال الدنيا وهو ده حال الكورة القدم ان انت لاعب هيتقلق هينزل مستوى هيعلى اكتر مستوى هينزل شوية. مش هينفع ان احنا نشوف لعب بنفس الامكانيات مدى حياته او مدى فترته في الكورة ان هو بيلعب كورة او عمرك ما هتشوف لعب مستوى متراجع طول ما هو بيلعب كورة. اكيد اكيد. اليو ديانج من الشخصيات اللي انا شايفه ان هو لو بكامل اللي يقطه لو بكامل اللي يقطه هيديك في الملعب زي مجمهور النادي الاهلي متعود. بس. اشتركوا في القناة